سلام عليكم واهلا بكم معايا في فيديو جديد فيديو النهاردة جاول لفشاقتي كده بعد فرش الشيطة والمشتريات الجديدة اللي وريتها لكم الفيديو اللي فات هنبدأ بسم الله كده في غرفة الولاد يعني انا هوريكم الحاجة اللي اشتريتها جديدة وبعد ما فرشتها يعني شكلها ايه وكده اه طبعا زي ما شفتم معايا في الفيديو اللي فات قلت لكم جبت لحافين اه لغرفة الولاد اه لحافين يعني الواحد ده مأس السرير اللي هو مية وعشرين فبيقولوا اتنين كده مع بعض في عبوة واحدة يعني وده كده لونهم بعد ما فرشتهم اه على السرير شكلهم جميل اوي ورائي لونهم كده كشمير في الجري الفاتح اوي ده واللحافة معايا اه يعني نفس القماشة بتاعته عاملين منها مخدة من الكبيرة وخددية كمان. نفس القماشة واللون برضو كله. وده شكلهم كده على السرير وآآ ولونهم جميل يعني ولونهم مش عندي يعني في حاجة قبل كده فحبيت اجيب اللون ده بحب اللون الكشمير ده اوي واللون التركوز كمان. والحاجة اللي جبتها كمان جديدة هنا في القوضة دي جبت لهم ساعة واللوحات اللي هي التلاتة بيبقوا جنب بعض كده. آآ هم شكلهم صغير شوية مرضيتش اجيب الحجم الاكبر بصراحة يعني اعتبر دول اصغر حجم في اللوحات دي. في حجم وسط وفي حجم كبير قوي. كنت ممكن اجيب اكبر من كده الحيطة يعني واسعة ما شاء الله. بس آآ علشان ما اضطرش ان يعني اعمل لهم مصامير ودق في الحيطة وكده. دول لزقاهم بالدبل فيس وكمان ليهم مكان آآ يعني دول برضو ليهم مكان ان ادقوا لهم بس لزقتهم بالدبل فيس عشان صغارين لو كبار قوي كانوا ممكن يقعوا ما يتلزقوش. وهنا كمان المروحة طبعا غسلتها ونضفتها واغطيتها بالكفر اللي هو بتاع المروحة ده. وطبعا عملت تنظيفة كده عميقة للشقة تاني آآ كل قوضة بفرشها عملت لها تنظيف آآ ما صورتش معاكم طبعا عشان كنت تعبانة وعايز اخلص بسرعة وقايمة من تعب او كده زي ما قلتلكو قبل كده. وكمان البسكت ده جديد آآ كان عندهم بسكت آآ برضو نفس الحجم ده اللي بتحطي مسلا في القوض آآ بس كان بلاستيك وفي شرخ كده فده كده جديد معدن. الارضية بتاعته كده زي ما احنا شايفين دي معدن ومن فوق معدن. وفي الوسط بقى شبك شبك معدن برضو. قلتي بقى يعني متين وكو شوية وطبعا بنحط له كيس كده وعشان نفط دي بسهولة يعني. عايز اسألكو بقى على حاجة لو حد بيغسل اللحاف اللي هو حجمه صغير ده في الغسلة الاوتوماتيك يعني بيدخل فيها ويتغسل ولا بيبقى كبير برضو عليها. الغسلة اللي هي الاوتوماتيك العادية زي بتاعتي انتو عارفينها اللي هي اللي هي الباب امامي مش الباب من فوق او الباب العلوي لان اللي بابها من فوق دي ساعت بيبقى حجمها كبير بتاخد بطانية وكده نمانة بتاعتي اللي هي باب امامي مش عارفة بقى لو حد عنده زيها واللحاف ده بيدخل لانه طبعا اللحاف صغير مش زي كبار قوي فبتمنى يعني يكون بيدخل في الغسال عشان ان شاء الله اخسلهم بسهولة. آآ لان الحفة طبعا البطاطين اللي حجمها كبير قوي ما بتدخلش عندي في الغسالة. فبتمنى بقى ان الحجم ده يا ريت تدخل في الغسالة ويبقى سهل يعني بغسيله. لو بتغسلوك كده اقولولي يا ريت. وعايز اقول لكم على تمن الحفة دي انا كنت جاي بها من فترة. آآ تقريبا كان تمنها. انا بدور في الفواتير وكده اللي هما الاتنين مع بعض دول. كانوا تقريبا بسبعمائة وخمسين جنيه. وآآ وكان آآ اسمهم لحاف قزباني. يعني نوع كده لحاف قزباني. ودي كانت قطة الولاد. ندخل بقى على قط تانا بسم الله. آآ ده اللحاف بقى برضو اللي واردت لكم. قلت لكم جبت سرير آآ لحاف كبير بقى للسرير بتاعك كبير. ده شكله برضو لونه تركواز. بس لما بتفرج بقى بنلاقي في الوان كتير يعني متدخلة زي ما احنا شايفين. وفي اللون اللي هو القفويت ده في الوسط كده قطعة كبيرة يعني من. وده بيجي معاه بقى خداديتين برضو نفس قمشة اللحاف. الخداديات نفس اللون يعني ونفس قمشة اللحاف برضو قطيفة كده من وكمان الميلاية اللي وردتها لكم. في الفيديو اللي قبل كده فرشتها برضو تحت اللحاف. دي الميلاية الجديدة. آآ تلعت غسلتها طبعا الاول زي ما قلت لكم قبل كده اغسلها. غسلتها حلوة بصراحة وقمشتها نعمة وجميلة وما كشتش ولا نزلت لون ولا حاجة. واللحاف ده حسا يعني قمشته انا عم كده من الحفة بتاعت الولاد. يعني القطيفة بتاعته نعمة كده القمشة يعني مختلفة. طبعا في قمشة كتير والوان ومقسات وكل حاجة كده آآ يعني مختلفة كتير اهو في الالحفة وانواع ووالوان وفي حاجات جميلة صراحة في الاسواء. بعد كده ندخل على بسم الله. آآ السفرة هنا بقى ما جبت لهاش حاجة جديدة الحقيقة. كنت عايزة اجيب مفرش جديد للسفرة واللي هي الكسوة بتاعت كراسي السفرة دي. بس بصراحة بقى الميزانية لا تسمح. فقلت بقى الحمد لله على الحاجة اللي جبتها. وان شاء الله بقى اجيب بقى الحاجات دي مرة تاني. آآ كنت جابها الحاجة طبعا على فترات زي ما قلتلكم. كل فترة كنت بجيب حاجة وكنت بشيلهم بقى لغاية الشتا ما تيجي وابدأ افرش بقى كله مع بعض يعني في فرش الشتا. فحطيت بقى اللي هو المفرش الفرو ده. طبعا لو مش الفرو ده كنت جابها معكم الشتا اللي فاتت وشفتو معايا وقسمتو كده قطع يعني بمقاسات مختلفة. فحطيت له بقى فحطيت عالترابيزة. القطعة دي زي المفرش كده مدية برضو شكل حلو وفرو بقى وكده وحاجات توحي بقى للدفع وجو الشتا وكده. وكمان زي ما شفنا الارضية فرشت فيها سجادة كبيرة لان كنت فرش يعني مشها صغيرة طول السيف. آآ ففرشت طبعا بقى السجادة الكبيرة دي. علشان اغطي كده معزم الارضية بقى ما تبقاش يعني باينة جزء منها كتير. اغطي الارضية على قد ما اقدر عشان تدينا بقى احساس بالدفع كده في الشتا بقى وفي البرد. وكمان اللي روكنا هنا غيرت النظام بتاعها. لو ملاحظين كده بدلت الكنب بتاعها كل حاجة في مكان يعني بتاعت تاني. وكمان السجادة هي الجديدة اللي ورتها لكم في الفيديو اللي فات اوريتكم وجزء منها يعني قلتلكم لما فرشها بقى تشوفها معايا. ده لونها لونها تركواز واعتبر لون غامق يعني هي لون الركنة. واللون غامق آآ غامق كتير عن اللي كانت مفروشة قبل كده كتفتحة قوي وما بتستحملش. فعجب عجبني قوي اللون ده انه لون الركنة وكمان يعتبر غامق عن اللي كانت عندي. فحبيت اللون ده قوي وآآ وحجمها حلو كده ومناسب. بدلت بقى الركنة. بصو دي الزاوية دي. القطعة اللي هي كانت في الزاوية دي هي كبيرة على فكرة كبيرة كده وضخمة. آآ فعملت انا كزا شكل بقيت ابدل الكنب هنا وهنا. ده انسب شكل توصلت لي. بحسي ان اجيب الركنة اللي هي قطعة بتاعة الزاوية بالكنبة اللي كانت معاها في الجنب ده. وعكست بقى الكنبة اللي كانت في الحيطة دي حطيتها في الحيطة اللي تحت الشباك. هو انا مش عايزة بدل عشان اغير في الشكل او حاجة. وعشان يعني اريح الكنبة الكنبة اللي تحت الشباك دي. كانت في الحيطة التانية. فكانت الاعدى عليها باستمرارك منها قدام التلفزيون على طول. كل اللي يدخل القودة يقعد عليها. واعدتنا عليها باستمرار. فحبيت بان انا رايح الكنبة دي شوية. جبتها هنا تحت الشباك. وجبت الزاوية بالكنبة اللي هي قد اصغر. آآ في الحيطة دي. بحس نقعد عليها كده ونرايح التانية شوية. وطبعا المفارش اللي هي الشتو دي او الاسكرفات الشتو دي. برضو من الشتة اللي فاتت كنت فرشاها. طلعت بقى المفرشات الشتوي والمفارش وكل حاجة. عشان ندف بقى الشقة كلها ونديها كده الطبيع الشتو اللي يعني يدينا احساس بالدفع. وكمان الحاجة الجديدة اللي عملتها زي ما احنا شايفين ورا الكنبة. آآ طبعا انتم كنتوا بتشوفوا دايما ان ورا الكنبة فيها تجريح كده في الحيطة. هو كان عبارة عن تأشير في اللون بس لان قبل الركنة كان عندي الصالون الخشب ده لو تفتكروا. فكان عالي كده والخشب بتاعه كان بيلمس الحيطة فهو اللي جرحها وخلها تتجرح واللون الحيطة نفسه يعني كان بيقع كده وكان فيه تجريحات في الحيطة زي ما انتم عارفين. فجبت بقى الاستيكر اللي هو اللي بتلزق ده. آآ يعني فكرت في الفكرة دي كده قلت تدي شكل جميل والدار التجريح اللي ورا الحيطة ده اللي كان ورا الكنبة. آآ ودي حاجة مؤقتة يعني لو قلتلي ما حطيتش طب الاستيكر ده في الحيطة كلها ليه? انا جايبها مؤقت يعني انا مش عايزة اعمل الحيطة كلها بالاستيكر ده. آآ انا دي حاجة مؤقتة عبالما غير دهان الحيطة لان عايزة دهينها لون غير ده خالص هي والصفر ان شاء الله. فعبالما ده يحصل يعني حبيت اعمل الشكل ده وتلع شكله جميل وجايبها لون الحيطة بالزبط. بحس ان يعني حاجة كده يعني لون الحيطة تغطي بس على على الشكل بس وتدينا شكل جميل والحمد الله تلعت حلوة. وكمان الحاجة الجديدة اللي جبتها هنا في آآ الزرعة دي. يعني ما عنديش حاجة خضرة كتيرة للفظة الصغيرة دي. فحبيت ان اجيب كده حاجة تكون كبيرة يعني حجمها كبير شوية ولونها برضو اخضر وورد وكده يدي شكل جميل في في القوضة كده وفي القاعدة بتاعتنا. وطبعا القطع الفرو عملت بها ديكور كده بسيط جزء هنا جزء هنا يعني آآ ديكورات كده بسيطة بالحاجة المتوفرة الحاجة الجديدة فرشتها وبرضو الحاجة اللي كانت عندي الخاصة بالشتة ومفروشات الشتة طلعتها برضو علشان آآ آآ اعمل بها يعني ديكورات كده للشتة وبقى الشكل جميل يعني الحمد لله. ما شاء الله الشكل جميل وآآ وبيدي دفا كده فارو بقى وحاجات وكده فبتدي دفا للمكان. وهنا الترابيزة هتطلع ده برضو لون تركواز لون الركنة. آآ عندي يعني ومش بلبسه او بستخدمه. ودي كده ترابيزة قصدي صانية خشب آآ بيضة للدكور. آآ دي ساعات بستخدمها في الدكور وساعات بستخدمها في التقديم برضو بتكون جميلة في التقديم. آآ ممكن نحط فيها شمعة فازة صغيرة ورد آآ اي حاجة كده تعمل يعني شكل. وهنا كمان آآ عاملة فارع لد آآ حوالين الورد ده او حوالين الزرع. وكمان حوالين آآ ترابيزة الشاشة. فبتدي لون جميل قوي وهي فارع اللد ده بيكون في بقرة كده. وبيجي معا رموت. ورموت بقى بتجيب منه الوان مختلفة. اللون الازرق ده كده لما بنضلم بقى القوضة وبيدي لون جميل قوي. وممكن تجيبي اي لون تاني يعني هي معاها رموت كده بتجيبي الوان كتير جدا جدا او تخليها تنور وتدفق كده زي السرية بتاعت رمضان تعمل حركات مع نفسها. يعني فيها اشكال له الوان كتير. آآ حلوة قوي كده بالليل في الهدوء. زي ما انت شايفين كده انا بقلب في النور بجيبي الالوان المختلفة بتاعته. لما بنتفي النور كده وبفتح بقى الاضواء دي. بيكون الجو جميل كده وهدوء وحلو. وخصوصا انا بحب قابل المنام كده واقعد مع نفسي شوية. ممكن اقعد بقى في الهدوء ده. افتح التلفزيون. تفرج على حاجة. امسك الموبايل برضو. تفرج على حاجة. اوه اشوف القناة. ارد على التعليقات بتاعتكو. آآ كده يعني بحب اقعد مع نفسي كده. بتبقى القاعدة جميلة وفي هدوء. بحس ان يعني بدل نفسي كده شوية وقت وجزء من اليوم آآ بخصصه لنفسي كده باعود في يعني مع نفسي في هدوء. وساعت بنام قابل يوم بصراحة بيكون هم مساحين وبنام قابل يوم لو تعبانة. بس بحب اولة وقدرة يعني او عندي وقت آآ قعد شوية كده مع نفسي بالليل في اخر اليوم. اشرب حاجة دافية كده واتفرج على حاجة بتبقى القاعدة حلوة كده لما تعودي مع نفسك او تخصص نفسك وقت كده للراحة وانك تستقل كده بذاتك وتريح دماغك خالص عن الدوشة اللي كنا عايشينها طول اليوم والتعب والارهاق اللي بنقوم بي طول اليوم. وبتنور برضو اللون الابيض ممكن تبقى لده ابيض كده تدق دقة جميلة هادية. وبتبان طبعا لما بنت في النور انا طفتي النور عشان اوريك والالوان. وبس هي دي بقى الحاجات الجديدة والمفروشات الجديدة بتاعت الشتة وعملت لكم جولة سريعة كده للحاجة بالزبط يعني الجديدة اللي حبيتها ورها لكم بعد الفرش. وان شاء الله تكون شتة سعيدة علينا وعام سعيدة علينا ان شاء الله العمج الجديد قرب ورضو يبدأ. وربنا يجعل ايامنا كلها سعادة وهنا وراح اتبال يا رب ويحقق لكل حد كل اللي بتمنىه وبتمنى الفيديو يكون عجبكم وتنسوش بقى لايك للتشجيع ونتقبل على خير ان شاء الله فيديو جديد مع السلامة. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة